السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطوات اعادة دهان باب حديد من اللون البني الى لون اسوى الدوكو فخطواتين فقط تابعونا للنهاية ان شاء الله فيديو النهاردة يكون فيه استفادة ليكم الباب اللي حضراتكم شايفينه هنبدأ نطبع عليه خطوات العمل من البداية للنهاية اول الخطوات هنا هبدأ فيك اكسسورات الباب هبدأ فيك الكالور و هبدأ فيك اي مكان معرض للدهانان المرحلة اللي احنا فيها حاليا هنبدأ نستخدم صنفرة رقمه 220 و حد اصنفر الباب بحيث ان انا ابدأ ازيل اي شوائب موجودة على الباب طبعا الباب اللي انا اشغال فيه حاليا هو بحالة كويسة يعني مهو سيء جدا فانا هنا باستخدم صنفرة رقمه 220 علشان طبعا ما خربش الباب او يكون فيه زي تجريحات كده باستخدم صنفرة نعمة بس هنا هبدأ استخدم اساس دوكو لونه ابيض و هبدأ اضيف عليه شوية من اللون الاسود علشان يدي معايا درجة اللون اللي هو الرصاص الغامع نسبة تخفيفه هتكون باستخدام الطنر الحار او مخفف الاكريليك بنسبة ايه بنسبة من واحد لواحد وليكن لو هستخدم واحد كيلو دوكو اساس هبدأ اضيف عليه واحد كيلو من الطنر طيب هنا واحد ممكن يسألني سؤال حلو جدا يعني اقول لي بالنسبة لالوان التأسيس يعني مفيش الا اللون الابيض لا بالنسبة لالوان التأسيس دوكو متوفر اللون الابيض و متوفر اللون الرمادي وايضا متوفر اللون الرصاصي فانا علشان مش متوفر عند اللون الرصاصي بدأت تستخدم اللون الابيض وضيفت عليه شوية من اللون الاسود علشان يديني درجة الرمادي الغامق او اللون الرصاصي الفاتح لان انا طبعا حشاد طب اسود فما ينفعش ان التأسيس يبقى لونه ابيض والفينيش بتاعي يكون اسود فلازم يكون ايه منصة كده مع بعض او اللون حتى يكون قريب لبمعطو تمام كده طيب واحد ممكن يسألني هنا انا ممكن استخدم الاساس اللابيض فقط وبعد كده ارش عليه اللي يسود او عادي مفيش مشكلة بس الفكرة كلها ان احنا نبدأ نقرب الالوان لبعضها بس تمام طيب كده الباب اصبح جاهز معي بعد جفاف الباب تقريبا مش هياخد عشر دقيق بالزبط وحبدأ استخدم نفس الصنفرة المتين وعشرين وحبدأ اناعم الباب علشان ابدأ هيأول مراحل التشطيب طيب هنا ممكن نستبدل المسدس بالفرشة او بالرولة لا اي دهانات نارية او دهانات نترو يعني المسمى العلم بتاع دوكو اللي هو النيترو سلوس تمام المرحلة اللي احنا فيها هنبدأ نستخدم دوكو اسود لامع هنبدأ نضيف ايضا عليه مخفف اكريليك بنسبة من واحد الواحد اي دهانات نترو بنبدأ نستخدم من واحد الواحد لو هستخدم كيلو دوكو حد اضيف عليه واحد كيلو من الطنر تمام كده طيب هنا انا ببدأ استخدم المسدس طبعا لو عايز تعرف ازاي بنستخدم المسدس في عملية الدهان هسيب لك الفيديو ده في علامة الايفو او في البطاعة اسمه احترف الديهانات باستخدام مسدس الرشة طيب هنا بخلي ايدي كده على ارتفاع 30 سنتي وببدأ رش يعني الموضوع سهل جدا كل اللي عليك انك تتابع الفيديو من التأسيس للتشطيب علشان تبدأ تطبق خطوات العمل تمام كده وبردك ما تبخلش علينا باللايك اعمل لايك للفيديو واشترك معنا في القناة لو اول مرة بتشوفنا عندي محتوى جيد جدا ومفيد خدلك لفة في القناة ان شاء الله تستفاد من فيديوهاتنا طيب كده انا ببدأ ارش واجه واثنين وثلاثة لغاية ما شوف ان الباب خلاص استكفى معي او مش محتاج دهانات زيادة بنفس الطريقة يعني كده بسم الله ما شاء الله كده شكل الباب اهو بعد ما انتهيت يعني وجف حاجة جميلة جدا يعني ده دوكو ناري يعني بعد الدول مش عارفة عن ايه دهان دوكو الدوكو اللي هو النيترو سلوس ده المسمى العلم بتاعه تمام في الخليج طبعا معروف بدهان الدوكو او في مصر معروف بدهان الدوكو بعض الدول اللي متابعاني زي العراق وفلسطين والمغرب واي دولة متابعاني من خارج مصر المسمى العلم بتاعه نوترو سلوس تمام كده كده شكل الباب بعد ما انتهينا وركبنا الباب مكانه اتمنى اكون افاتك ما تبخلش علينا باللايك والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة